أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أعلن أن واشنطن لا تزال تؤمن بأن الحل الدبلوماسي في الشرق الأوسط هو أفضل طريق للمضي قدومنا وأضاف كيربي أن بلاده تنخرط في جهود دبلوماسية مكثفة لمنع تصاعد حدة الصراع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية كما أضاف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أن واشنطن تنصح بقوة الأمريكيين بعدم السفر إلى لبنان وفي سياق ذاته أشار كيربي إلى أن الرئيسة الأمريكية جو بايدن وقه بمواصلة العمل لرؤية إن كان من الممكن طرح مقترح يوافق عليه الطرفان لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين مشيرا إلى صعوبة إيجاد طريقة للمضي قدما في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة